شيئاً فشيئاً تترسخ لدى الدول الأوروبية قناعات بمدى الخطر الإيراني الذي بات يهدد الأمن القومي لتلك الدول وأصبح يستلزم موقفاً حازماً يكبح جماح نظام الملالي في طهران صحيفة ناشونال انترست الأمريكية في عددها الأخير أكدت أن إيران باتت تشكل خطراً متزايداً على أوروبا كاشفة عن إلقاء السلطات الألمانية القبض الشهر الماضي على مواطن ألماني من أصل أفغاني بتهمة التجسس على الجيش الألماني ومحاولة رصد حركات القوات الألمانية في أفغانستان لمصلحة وكالة الاستخبارات الإيرانية هذه الواقعة لم تكن طبعاً الأولى من نوعها فلقد سبق لنظام طهران أن حاول اغتيال بعض معارضيه المقيمين في أوروبا كما أحبطت الأجهزة الأمنية الفرنسية مخططاً إيرانياً لتفجير عبوات ناسفة في تجمع كبير نظمته المعارضة الإيرانية قرب باريس قبل عدة أشهر وتمكنت السلطات في ألمانيا من القبض على العقل المدبر لهذه المؤامرة فتبين أنه دبلوماسي إيراني رفيع المستوى الاتحاد الأوروبي من جهته أعلن مؤخراً فرض عقوبات تشمل الاستخبارات والحرس الإيراني وبعض الأفراد والجهات المرتبطة بهما في خطوة عدها البعض إنذاراً أوروبياً قد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك ربما بالانضمام إلى واشنطن في عقوباتها الاقتصادية ضد النظام الإيراني وربما بدعم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في الداخل الإيراني في سعي قد يصب في خانة خلخلة النظام تمهيداً لإسقاطه وبعيداً عن الاستفاقة الأوروبية المتأخرة إزاء الخطر الإيراني وما قد تخفي وراءها فإن محللين يرون أن الغرب وأمريكا هما الذان سمح بالتمدد الإيراني في المنطقة العربية بل ودعم هذا التمدد بحجج واهية فتفيق أوروبا الآن لتواجه خطراً صنعته يداها بينما العرب باقون كما كانوا في خانة رد الفعل تتنازع دولهم صراعات دولية وإقليمية لا تبالي بمصلحة لهم أو قضية تتنرضية دولية وإقليتمة للتعب